اهلا وسهلا مرحبا بهذا الشهر المبارك تقبل الله مننا ومنكم اليوم حلقة جديدة من المشهد الريادي على موقع أنور بريس دائما المشهد الريادي المغربي يحفل بالغرائب والعجائب المتتبع من العالم من أوروبا من أمريكا واللي شاهد تلك المستوى العالي اللي يقدموه المنتخب المغربي في منذ القطر غي يقول هات البلاد مش بعيد في الرياضة وفي الكورة ولكن اللي دخل المعماعة دي الرياضة عندنا كورة القدم بشكل خاص غي 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 تجيب حل الصدمة تبا ها والبارح هاد الأسبوع تابعنا تقريبا كل التفاصيل دي الجمع العام دي النادي الويداد الويداد البيضافي أرهات الجمهور العامة متأخرة عقدهم الويداد ما نتكلموش على يعني الشرعية وقانونية لأن الجمهور العامة كما تنص على ذلك كل أنظمة في المغرب لازم تنعقد نهاية كل موسم الرياضة على أي مهم الدار الجمع العام وفي نظر يعني في رأيي وفي نظر العديد من الناس كان ممتساوى متميز النقاش كبير الناس بين شباغين شنو البروجي اللي صح الويداد طريقة دي التدخلات والأجوبة والردود كانت ممتساوى عاري والشيقع ما كان شبوه ب يعني جموع عامة أخرى اللي بها السياح والغوط والغريبة كان كان الموعد دي الجموع عمدي الويداد ودي المتنى شباب محمدية ما مشي بعيد تابعنا بديل شباب محمدية اللي يتكلم كي نضليه واحد يبدو كي غوط عليه الرئيس كي غوط وهذا كي غوط من جهة وهذا كي تهم هذا بعدم حب الفاريق وراء أخدم مصلحة دير شي حاد وهذا كي جوبولة بينما في الويداد اللي فيها مشاكل كثيرة وفيها تقارير مالية قال الخابير المحاسبتي أن فيها غموض والرئيس سابقه هو في رأي الاعتقال ومع ذلك شنا يعني واعي التقافة هذه الحوار والنقاش في الجمعة أنا تبعت رجم العامل لأعجبني الطريقة باش دار وتبعت حتى الأخير نقطة اللي تم بها انتخاب رئيس ومكتب جديدين مزيان ولكن بصراحة ما سمعت شنا بالله هذا المكتب رأى مدة العمل ديالو حتى الجوان يعني من هنا شهرين ما سمعت شهاد الكلمة اللي عارف أنه تم انتخاب رئيس ومكتب جديدين لأربع سنوات القادمة دب هادو اللي كيروجوا أن المكتب رأى عنده عشهرين يعني هوش أردو الجمهور الويدادي والعشاق والأنصار أغبياء لهذه الدرجة أنهم يتقيقوا في هذه الدرجة مكتب يالله تم انتخابه يدير جمعة مستثناء من هنشهرين ويمشي بحالاتهم واقعا نخليه الجمهور هذا الرئيس هذا البرماكي عبد مجيد برماكي والأعضاء اللي معاه وقينين أعضاء لي واحد المستوى عالي جدا ما ممكن تكلموا عنه كامل الحلو مثلا اللي كان عارف أنا بالأخرين للأسف ما كان عارفهم مشكلهم كامل الحلو راه قام إعلامية وقام رياضية كبيرة أنه كامل الحلو في شيء يقبل أنه يكون عضو في مكتب كيت رأسه رئيس رأى شيء شيء كبير إذن هذا مكتب محترم واشهد الناس أغبياء أنه ما غيقبله يدخلوا في واحد لائحة ويصيروا فارق الويداد لمدة شهرين أنا سؤال ما بغاش يدخل لي للدماغ هذه المسألة على أين كنعرفوا أن الويداد مقبيل على المشاركة في الموندياليتو كأس العالم للأنديا والأخبار اللي كتروج لذا أنه 32 فارق عبر العالم اللي غتشارك في هذه المحطة العالمية وكل فارق ستسلم مكافأة خمسين مليار سنتيم في العملة المغربية خمسين مليار للنادي هذه الأخبار اللي كتروج محيط الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم هذا الاتحاد الدولي اللي باقي أنا حاسوب علمي ما زال ما عطاش هذا الخبر الرسمي دير على أين خمسين مليار اللي عب كتير تسيله حاليا حول هذا الميزانية الناس اللي كي حلموا أن المكتب الحالي يدير جمعة مستثنائي من هنا شهرين باش تفتح لهم باب وميق دور رئاسة كان نظننا الوداديين ماشي أغبياء باش يتحوا في هذا الفخ على أين كما قلت عالم الرياضة المغربية عالم غريب وعالم عجيب تابعنا الألعاب الإفريقية في أكرا في غانا وشناعنا يعني الرياضة المغربية الوافد المغربي أو ممتين الرياضة المغربية حتى الرطفة السابعة والثامنة وقبل منه يعني دول أو بلدان اللي لا تتوفر على الرعدي الإمكانيات اللي عند المغرب هذا يطرح سؤال عارض كما قلنا في الحلقة الماضية لأن على بعد أشهر قليلة غدت كل الألعاب الأولمبيا فأحنا مشينا بواحد 130 الرياضة وحتلوا لنا هذه الرطبة أمام كما قلت بلدان ما عندهاش إمكانيات بحل يعد المغرب فلازم سؤالي تترى على لجنة الوطنية الأولمبيا على وزارة الرياضة المغربية في نوال خلال وأنا من رجعت لهذاك الموضوع وتأكد أن أبطال كبار وأبطال عالمياً مغربة راح ضرب غانا وشاركو فإذن الواف دراماشي كان سهل صحيح كانت رياضات لي ما شركتش ومعرفناش علاش بحل رياضة سبق الدراجات لأهل الألعاب الأولمبيا لماذا لم تشارك بهذه الألعاب ما عرفش رياضات أخرى ما شركتش والرياضات لي كنا معاولين على تجيب ميداليات كثيرة بحل مصارعة يعني مرات مرور الكرة من تلما هذا مشكلة لازم نفكره فيه ولازم رجع النقطة للويداد وديالشباب محمدية فاريق اللي في قسم النخبة البطولة الاحترافية الأولى ولحد الآن من بدل الموسم مازال ما اللاعبين ينتظرون المنح ديالهم والرواتب ديالهم لا حوله لقوة تالي بالله كي كذوع اليوم مرة مرة كي يعطوهم واحد بشي سكتوهم ولكن أغلبية المصحقات ديالهم مازال ما خدوهاش أنا أدعو فوزي القشاع والليجين القانونية في الجامعة وفي العصباء الوطنية احترافية أنه يفكروا بهذا الموضوع ديال الشركة الرياضية والجمعية الرياضية لأن الشركة الرياضية رامزان ما شنواله بهذا الموضوع كيف يعقل فاريق بحشباب محمدية الشركة الرياضية اللي كتدبر أمور المالية ديال الفاريق كتوصل بكل المداخل ولا تصرف على الفاريق الذي يعاني ويعاني الأزمة الخانقة شكرا مبرك عليكم هذه الأيام الأخيرة من هذه الشهر الفضيل وتقبل الله منا ومنكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة